الآن إلى رفيف وآخر أخبار التقص إليك يا رفيف شكرا لك يا طالب أهلا بكم نبقى اليوم مع أجواء المونديال الذي ستعاني خلاله عدد كبير من المنتخبات المشاركة صعوبات بسبب التقص في البرازيل خصوصا المنتخبات الأوروبية التي اشتكت من درجة الحرارة ومعدل الرطوبة المرتفعتين فمدارب منتخب ألمانيا سيضع في حساباته الحرارة العالية والرطوبة معتمدا في اختياره للتشكيل الأساسي من اللاعبين على من يستطيع تحمل التقص البرازيلي الصعب مشككا في قدرة لاعبيه على تقديم نفس القوة من الأداء خلال تسعين دقيقة مع هكذا حرارة عالية بالنسبة لإسبانيا حاملة اللقب فهي لن تواجه باقي فرق البطولة فحسب إنما ستواجه التقص القاسي وبعد إقامتهم في مدينة كورتيبة البرازيلية والباردة والمنطرة حيث معسكرهم التدريبي سيواجهون غدا أجواء مختلفة تماما عندما يلتقون مع المنتخب الهولندي فهذه المباراة ستجرى في مدينة سلفادور والتي ترتفع فيها درجات الحرارة عن كورتيبة بعشر درجات مئوية وأظهر بعض اللاعبين الإسبان قلقهم من عاملاء الحرارة والرطوبة مؤكدين أن هذا الأمر سيكون ضدهم وهم الذين تعودوا على اللاعب في أجواء شتوية باردة هذا القلق الأوروبي يقابله تفاؤل أمريكي فمن جهده أكد لاعب منتخب أمريكا على ارتفاع الحرارة في البرازيل لن يؤثر على أداء منتخبهم مشاهديننا هذا كل ما لدينا شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر